اشتركوا في القناة المواضيع اللي عم تنطرح عم تنبنى على أساس الفيدباك اللي عم يصلك الناس اللي عم تزورك بعياتك الأشخاص اللي بتلتقي فيهم بيسألوك عن الإطلال السابقة مواضيع قد استفدنا ملنا قد أخدناها بعين الاعتبار قد طبقناها ولقينا نتيجة التفاعل عم بيكون حلو عم بتعبك هيدا الشيء بالعكس بفرح أنا هيك بحث لأنه ما في مرة بقلك أنه بدي أسألك سؤال عن شخص معين أو كذا ما تعتلهم يتلفن ويسأل وإذا بده يجي كمان أهلا وصغالة صح لأنه بحب شغلة وبحب كل شيء بحب العالم بحب شغلة مبسوطة باللي أنا فيه خاي الحمد لله إن شاء الله يا رب ميرنا اليوم موضوعنا يعني بطال صغار والكبار صح والمسبب الرئيسي هو المعدة هيك بنسمع من أهلين احنا وصغار معتهم لبكتل على نقافت بيتمنى أوقات بتطول أوقات بتعلم أوقات ما بعرف شو بنستعين بدبس الرمان بأفكار كتيري لنعالج صح نحنا الأفت أكيد بيكون بيبلش أو فيكون مع الصغار وبيكف معنا لتقريبا عمار شوي كبيرة هلأ الأفكار أو السبب الرئيسي هو كتير في كذا سبب فيها سباب كتير بيخة إنه الشي الطعام اللي عمناكله جرحنا الجرح التهب أو نزعجناش عمل نتفيه تقول سعر عمل نتفيه تقافت هيدا هيدا بيكون بيخ هيدا شوية انتباه بيمشى الحال بس الأشخاص اللي بيتكرر عندهم الأفت يعني بتلاحظ فيه ولاد صغار عندهم أفت عطول مستمر كل جمعتين ثلاثة بخبرونا أنهم مزعجين ومثل ما لنا بتكتر الخبرية بتصير عم تتقرر كتير هلأ فيه كذا نوع أفت هنا إذا بدنا نعدهم فيه ثلاث أنواع فضل مش أنا اللي كن عم بحكي عنهم حتى مش ينقل إنهم بيرنا عم تاخد دور طبيب الأسنان وعم تاخد دور غيره هنه ثلاث أنواع بس رحقول فيه نوع بس بيبقى أسبوع أو كم يوم فيه نوع بيقدر يمد لست أسابيع هنا نحنا منشوف السبب إذا كان السبب من الأكل لأنواحد هيك خدش نتفي الميكوس طبعه ومنه مشكل بس اللي بيتكرر مننبش على ملاديات بيجسمنا مثلا يا إلي بيقدر يكون فيه عندنا هيدا دليل إنه الشخص فيه عنده ملادي سيلياك يعني عنده مشكل كبير مع الكلوتان بيكون أكيد مع دياري مع انزعاج الأشخاص اللي فيه عندها كرون يعني كمان المشكل من معدته اللي عندها كرون كمان هيدا الأشخاص عم بتكون عم تبداية عم بيصير فيه عندها القافت كذا مرة عم بيقطع عندها هيدا المشكل الأشخاص اللي فيه عندها إليكوباكتير بمعدتها كمان هيدا الأشخاص اللي أكتر من غيرها بتكون عم تتدايق مننن الأشخاص كمان يلي بتاخد أدوية مزمينة مثل فيه نوع من الأدوية البتابلوكان يلي بناخده حتى يزبط لنا دقات قلبنا وعدد لا بأس من الأشخاص بياخدوه يعني يلي بيكون لغش على القلب ودقات القلب هني عرضة أكتر من غيرهم يكون عم بيكون فيه عندهم قافت اللي بياخده كتير أنتي انفلماتوار بشكل متكرر اللي بياخده كورتزان هني من الأشخاص وفيه دواء من ياخده السيدات بيعرفوا اللي عندهم أستيوبروز الأستيوبروز مش الوقاية اللي عرفوا أنه صار عندهم ترى قادم فيه دواء بياخدوه كل ثلاثة شهر أو كل شهر حسب الحالة هيدا الدواء كمان بيساهم أنه هالسيدة تعمل قافت طيب ليه أوقات يعني القافت إذا طول بيعلم ومنسير يعني دايما بنسمع توجيهات أهلنا نحن وصغر ما تحطوا إيدكن عليهم ما تلعبوا فيهم لأن ممكن يتركوا أثر معين أو هلا نحنا القافت طيب يبقى بيتمنا يعني نحنا عم نحكي نحنا عم نحكي في عندي نوع من أنواع اللي تأكلت هالجلدة تأكلت مثل ما بيصير بحبوب الوجه مرات في عنا حبوب ما بتكون كتير غميئة بنقدر نصح منا بشكل سريع في مرات الحبوب تبقى غميئة أكتر زيت المبدأ بالقافت نحنا كل ما نحنا حفينا أكتر وهيك هني بتقول مثل حبيت صغيرة حبيبات صغيرة كل ما نحنا فينا هون أو لعبنا بشكل غلط بالقافت كل ما نحنا مدمعنا وقت أطولا نحنا عم نخلي هنا يصير في عندي نحنا في عنا بكتيريا بيتمنا يعني بتتكاتر وبتزيد من الالتهابات مية بالمية من كن نحنا عم نزيد علما أنه نحنا الصليف يعني كل شيء داخل الفم علاجه وأسرع عم ننشفه منه من قلب من وجنا من جسمنا الثاني بكل أعضاء جسمنا يعني بس طبعا لو نحنا هوني منه منه مليو كتير نظيف منه مطرح كتير جيد وإذا السبب الرئيسي موجود ومع لجنة نحنا رح تستمر هيدا الخبرية طيب ميرنا حكينا عن المسببات يعني عدة العوامل بين النساء والرجال لأن في حالات معين يصابوا فيها النساء أكتر من الرجال والعكس بالعكس هذه كلها مو سببات بس النتيجة واحدة طلع لنا قافت مية مية يومين ثلاثة أو ممكن نتمد لأسبوع وقاية ما بنعرف أي متى بدنا نعمل هذه الوقاية المسبقة لأن ممكن نتيجة دواء معين ممكن نتيجة مأكلات معينة صح بس الأشخاص يلي عطول عم تعمل قافت واذا تنتبه في الوقاية مش بس الأكل مش بس الدواء بدنا ننبش إذا نحنا في عنا نقص بالزينك إذا نحنا في عنا نقص بالبي توالف إذا عنا نقص بالبي ناين وإذا عنا نقص بالحديد هو دي شغلتهم يساعدوا بترميم لا هاو شغلتهم إذا كانوا نقصين رح يخلوا يظهر عند القافت آه أوكي فإذا أنا شغلت عطول ظلنا مريئة بحالة إذا أنا عم يطلع عند قافت ما عندي مشاكل بمعته ما عندي كرون ما عندي شي مالادي سالياك مش أخدين أنتبيوتيك أويزة عجنة ردي تفعل بس الخبرية عم تستمر عنده معناه طب بالأخص عند الولاد معناه طب يمطرح معين في سوق تغذية أو في شي لازم نحن نصلحه منصلح بهذه دول الفيتامينات الأساسية لازم يكونوا موجودين الفيتامينات والحديد كما عدا طيب لما بدأت تتكرر لأن حضرتك أتيت على ذكر أنه اللي بتتعاود معهم كذا مرة ليه يعني بنفس المشكلة هي زيتها عم تعمل هذه الإفرازات ولا كل مرة سبب شي بالمبدأ زيت المشكلة زيت المشكلة زيت المشكلة بلوس نحن نعرف مثل ما قلت بأول الحلقة يلي كانوا يخبرونا يا أهلين عمانوا غلط المشكل الأساسي أو 80% من المشكل هو مصاريننا نعم معناتها نحن لازم ننتبه كتير لمصاريننا إذا أنا عم بيتكرر عند المشكل فإذا مشكلت بمسرانة بدي أفهم شو عم بصير إذا عم بعمل ديارة متكرر بدأ أعرف شو سبب الديارة وحل الخبرية إذا بعمل كونستيباسيون بشكل كمان كتير قوي بدي أفهم ليش أنا عم بعمل هالإمساك لأنه مثل ما عم بيطلع لأفت بيتم رحيكون عم بيطلع لأحبوب بمطاريح تانية بجسمي معناتها في ضعف بمصارينة بدي أحل الضعف وإذا بحلل أكتر أنا وياك طيب ما عم تساصل بيطلع ببلش بالمعدة طيب ما الحديد بالمعدة ونصف والقصمة التانية كمانا بالمصران بالمصران الغليز الكبير بيرجع فيه عند عند الزينك كمان عند الديودانوم أول جزء من المصران كمانا هو اللي خصته فإذا إذا بده بقبرهم فيكون ما عم بيك والعبطار كتير منيح مثل ما لازم وفيكون كمانا أنه أنا مصرانة فيه مشكل ما عم بخلي الامتصاص يكون كتير عالي قبل ما نحكي عن العلاج المخرج بيسألك شو الفرق بين الآفت والأيرباس الأيرباس هو فيروس هو فيروس موجود بجسمنا بينام بجسمنا حيالنا مرة عملنا شاك عملنا سترس وتيت منعتنا فيها بيظهر هيدا الأيرباس وهيدا فيروس معروف شو دواه معروف الدواه اللي بناخده حبوب والدواه اللي بنحطه على الأيرباس اللي عنا وأجمالا أكتر الأوقات بيكون ظاهر أكتر أكتر من الحموية اللي بيكون العفت اللي بيكون تقرحات بقلب التم مرات التقرحات بقلب التم تبقى بيخة شخص عم بيحكي بلا ما ينتبه عدل خده من جوه مية بالمية وبيتقاطر ندفت التهبات وبتمدل خبرية وقت أطول وحتى معجون لسنان يلي عم بجيب معجون سنان في مادة موجودة بتساعد انه يتقاطر انه وجود هالقافت بيتمنى كرمال هيك ننتبه نجيب معجون سنان جيد كيف بدنا نعرف شو هي المادة مخينا نقول هي مادة فضل تمكن انا اللي عملت فالز لك يكون اذا استضفت اذا حبيتو شي نهار انا مرة استضفت طبيب أسنان قال لي شو ما كان المعجون هو منيح بس نعرف كيف نفرش وناخد وقتنا من دقيقتين لثلاث دقايق بطريقة سليمة وحتى يعني وصلنا انه ما نمخمت تمنى بالميتة نترك يعني فعالية المعجون هيك تغلغل بزنن بزنن أفكاره بس انا بعرف انه في مادة اسمها بالاس هيدا المادة هي بتأثر شوي صغيرة مش مفروض تكون موجودة بمعجون الاسنان يمكن انا صح يمكن هو صح اكدر ما ننبش وما نشوف ليش بدي نبش عن ديميرنا هلا بس خلص بسألوا بحطلكم على السوش الميديا شو هو حتى تبتعدوا عنه اذا بيساهم لان كمان اليوم اذا ما عملنا وقايا لاسناننا منروح على مشكلة اول شي الاوجاع بعدين كلفة ترميم الاسنان كمان بتوجع بحد ذاتها ومش بس هيك ما بدنا ننسح انه السنان كتير ليالا القلب مش بورين نظل ننتبه ممنوع لانه ياما اشخاص بتعمل بريكارديت وبتتوفى من ورا مشاكل الى علاقة بسنانا طيب ميرنا راح نتابع على نشوف شو العلاج يعني انا قلت لانا عن جد كانت تصير معنا احنا وصغار يقولونا دبس الرمان وهيك نصير نتشاطر على بعضنا نحنا وصغار انه مين بيتحمل اكتر بتذكر نغط اصبر هيك ونحط نصير نعمل هيدا عرفته انه هيك حامض كان ما كنا نقبله كان دبس الرمان شرعي مش متل اليوم يعني اللي بتشوفي عارفوه مية بالمية فشو هي الاساليب العلاج انت كاختصاصك اذا بتقدر تساعد الناس وبس اسمحي للمشاهدين اذا عندهم اي سؤال حول هيدا الموضوع فيهم يحكونا على رقم التليفون اللي راح نشوفه بعد شوي باسفل الشاشة 01 491 703 فأزن 01 491 703 لتحكوا تسألوا اختصاصية التغذية والصحة العامة ميرنا الفتى شو يا ميرنا طبعا من العلاجات القديمة يلي هي نستعمل دبس الرمان نحطها على محل القافت من العلاجات نتحط كمان حامض محل القافت اوقات بيكاربونات كمان صح نتمخمض هو عطول العلاج الصح والدقيق واللي لازم نعمله هو نتمخمض عطول يا بملح يا نتمخمض ببيكاربونات بيكاربونات برجلش حمودة الأسنان بيزبطوا الوضع عنا نحنا بالفم طبعنا بيساعدنا تحتى نتخلص من البكتيريا السيئة حتى ما نعمل التهبات الزيادة زيت المبدأ بالملح نتغرغر بالملح وهذا الشي بيكون عم بيساعدنا بس في مدرستان في مدرسة بتقول دبس الرمان والحامض كتير أساسيين وكتير بيساعدوا لحتى يطفوا هيدا القافت بس كمان إذا كان القافت السبب الرئيسي هو تآكل مش مشي جوانة من جسمك طلعلك تآكل وخسران شوي صغيرة من الجدار ممكن يساعد أكتر هالمكوز بعد تفوت أكتر لجوه يعني نكون نحنا عم نقذي حالنا أكتر بيأزل نيري ولا الجدار اللي بيغلي في السنين بيأزل سنينة وبيأزل نيري بيزيد التقرح إذا كان أنا في عندي مش حبة يعني في عندي قلسار في عندي جرح عميق بقلبهم بيكون أنا عم كتير الجرح الدول أهيا غير الغرغرة اللي بنعملها في اتصال في اتصال من غير مع الاتصال ومنرجع عليك ألو صباح الخير ألو بونجور ماشي رحال تفضلي كيفي كاميرنا عم تقولي كيفي كاميرنا نيحة فيك أنت الحمد لله بدي أسألك أنا معت شوية ملبكة وبس بشرب متى كثير الصبح على الريق ومعي أسيد كثير بالمعندي شو بدي أعمل هي المتى مثل ما حكينا أسبوع الماضي كثير مفيدة لأقلنا وبتساعدنا لأنه فيها كمية لبأس من الكافيين مفيدة لحتى تساعد المسارين تقدر الشخص يفوت عطوالات أكتر بيكون مرتاح بتسهل المعدة بس طالما عندها أسيديتة عالية يعني عم تزعجها المتى وطالما في ندفي التلبك بالمسارين منفضل ما تكون المتى عم تتاخذ صباحا لأنه رح تكون رح تزعجها كل نهار ورح تخلي الأسيديتة تكون كثير كثير عالية أفضل تكون مترواة إذا عبالة تاخد وما بدأت تعمل وجع راس إذا ما تشرب كباية المتى ناخد شي خفيف فيها تكون فيها تكون ساندويش صغير فيكون كمشة مكسرات لأنه أنا بعرف أنه مع المتى بيحبوا المكسرات الأشخاص ابتعد عن التمر حتى ما كنا عم بياخد سكر بس لأنه سكر مع الكافيين ممكن يزيد على الأسيديتة والروس إذا فينا نتجنبهم أنه تكون معدتنا شوي مليانة أكتر ناخد فنجان المتى تبعنا ونكف نهارنا هلأ بيحال تلبك كثير كثير قوي من تبع لأنه المتى هي مسيلة أكتر للمعد لما تكون مدايئة نعم ناخد كمان اتصال مارسي ساندرا صباح الخير ألو ألو مونجور مونجور مين معنا؟ بقدر بحكي مع مدام ميرنا أكيد مين معنا؟ مدام حلاوي يا هلأ تفضل شو سؤالك لاميرنا؟ كل اللي حكيته عن ملحمه كله اللي قصار معي ضليت سنة ملحمه سؤالي إلا وعملت كل البحوثات وكان كل شي تمام السؤالي إلا اللي نفعني زيت الزيتون الصبح ملعقة صغيرة هل شي صحيح ولا لا؟ زي خبريك عنهم لحظة بس بالإذن منك سنة ضليتك عم تعاني من القاف اي نعم وكيف كنت يعني قدي خسرتي وزن لأن إذا عم تأكل حوام تتمنى دائما في قلتيها بيت ما أقدر أخد فيك سبب الحمو كان من طعم الأسرة زينكة آه أوكي لالكوفيد بتعملت الطعم هيك سأبني فأخدت الزينك وأخدت كل شي عم بتقوله عنه اللي بدي قلنا يا إنه أنا عزيت الزيتون الصبح حسيت انت فعد هالشي صح ولا لا؟ يلا هيدا معلومة لألنا ولا إليك شكرا إليك صديقتنا وألف سلامة سوبر صح زيت الزيتون كمية العنطي أكسيدان اللي فيه بساعة حتى يطهير من دون ما يكون عم بيحرقوا يأزي طبيعي لأنه عنطي أكسيدان ولأنه شوي عسيد ممكن يعني في بعض الأشخاص ممكن ما يقدروا يتحملوا بس هو يعتبر من المنظف من الأشياء اللي كنت بدأولها هنه شغلتان كتير بيساعدوا هو زيت الزيتون نأخدنين حطيناه على القافة اللي عنا ياه أو ممكننا أخدنا ملعه من بعدك ببيت ماء تاني شغلة كمان كان بدأولها هو العسل العسل أكيد الأصلة المفيه سكر ممتاز عنا العسل أو حتى إذا بدأ أحكي شي بعدها أو شوي بقول البروبوليس يلي بيكون يلي المادة الأساسية يلي بيفرزوها النحل من طعام النحل هيدا هيدا المادة إذا حطت على التم بتساعدنا حتى تقوى مناعتنا بذات الوقت تتخفف من وجود هالقافة عكس ما نحنا كنا نقول كتير دبس الرمان والحامض ميرنا راح نتابع معي في عنا أتصال حيكون الأخير شكرا للمدام اللي اتصلت لأن نوهت بهيدا الموضوع بس عندي كمان يعني سؤال على الواتساب ما راح أقول الاسم بس هي بتعرف أنه ناطرة منك الجواب بدي منك لو سمحت تقرأ المسج واتجيوا بيها لريتا اللي بصبحها بالخير وبقال لها يلا خلينا نشوف ميرنا كيف فينا نستفيد من الحال اللي أنت فيها كمان حتى نحنا نستفيد أوكي ريتا يا ريتا ريتا عم تخبرنا أنه حسة حالة مع بينزل وزنها كأنها طالعة حوالة 7 كيلو عملة الأبر اللي عم نستعملهم كرمل للسكري كرمل نضعف ما ضعفت مرات بالعكس نصحيت شوي مرات هدول الأبر بيزيدوا القابلية عننا يعني نحنا لو قلنا زي جسمي مش بحاجتهم بيقريهم بغير طريقة هني شغلته أنه يخففوا وجود يعني يبقوا الأكل وقت أطول بمصارينا نحس حالنا نحنا شبعينين أكتر مش طالبين الأكل بس نحنا مرات يعليه ما بناكل لأنه جعانين نحنا بالوزن الزايد نادرا ما بيكون لأنه نحنا بس جعاني عم بيكل بناكل مرات تنتسلى بناكل حتى نخفف من السترس اللي نحنا فيه بناكل لأنه بدنا ناكل مش لأنه جعانين يعني مرات بيكون عم بيكل قصة صحية عم بيكل كمشة مكسطرات بس هي فيها وحدات حرارية عالية وفرت عحال المكسطرات أو وفرت عحالة مثلا بيكل عشية كاسي تبذر بتعطيني بزات الإيم اللي بتعطيني إياها منقوش سلت بكاسة البذر محسات فيها محسات بقيمتها لو أكلت منقوش كنت لمتحالة وقلت يا دلي أنا شو رحكوت عم بان صح دونك إذا جسمي منه بيحاجة لهالقبر مرات عم نخده وما عم نستفيد واللي عم يخده كمان من دون ما يزعلون مني فورفان عم ينزلوا ثلاثة أربع كيلو عم بيوقفون عم يرجعوا يردوا خمسة كيلو فما ناخدون بطريقة عشوائية بليز ونلاقش ليه نحنا عم نزيد فينا نكون أكيد عم نلقمش وإذا ما كنا عم نلقمش وعن جد ما عم ناكل ننبش إذا في مشكل بالغدة في مشكل بالحركة في مشكل نحنا بجسمنا يمكن مرات نقص الحديد يخدني أنه أنا يصير وزني يزيد ما يكون عم ينقص تانكيو ريتا ومارسي على سؤالك لأن يعني رحنا لأكتر من جواب من سؤال واحد طيب معي اتصال الأخير رح ناخدو ميرنا قبل ما يخلص وقتنا معي قالو صباح الخير مجور مجور ميرنا الفتاة اختصاصية التغذية والصحة العامة تفضلي ستنا أنا بدي أسألة أنا عمري بالخمسة وسبعين العمر كله مارسي عالطول بيصير عندي تشقق بشفافة وحريق بشفافة وبالثاني من وقت لوقت وما عم بعرف شو السبب معقولي تقلي شو السبب بيكون نقص شي فيتامين تخبرنا يلا رح تخبرنا كلنا صباح أنا بدي أضيف كمان بالسقعة بيصير عنا هون تشققات على فتحة التم اللي بدنا ننتبه هلا قالو بدنا نشرب ما يمنح نترك جسمنا يكون متم يعني رطي بقدمة فيها ترطب من جسمها زي منزيد عليهم ننتبه على البيتوالف نقص الفيتامين بيدوز بجسمنا ممكن يساهم لتشقق بشفاف وبالأخص بهذه الفترة من السنة وطبعا العمر هو اللي بيساعد لأنه نحنا بنعرف أنه الأسدية بالمعدة مع الوقت بتتغير ممكن هي اللي تكون ساهمية تنعمل هاتشاء وقات فلو ألقينا نحنا بفحص الدم عم يطلع البيتوز دوم المعدل أو ميلة هيك دوم المعدل على الليميت أنفريار صوب الجهة الأوطى يعني على حدود نحنا هون بتمنى نكون عم ناخد البيتوز بيكون عم بيساعدنا لأنه أكيد هذا نقص بالفيتامين بي ميرنا سؤال أخير وثانكيو على فكرة موضوع اليوم بالصوم في ناس بتخسر لأن بيكونوا يعني قاطعين عن اللحمة ومشتقات البياض بيخسروا مع عدن ممكن كمان يعني يكون هيدا الشيء سبب من أسباب القافت طبعا طبعا الصوم إذا نحنا ما كنا عم ننتبه للقصص اللي عم ناخدها طبعا من الأسباب أنه ممكن يبين القافت وهون لأن نشوفها كتير بهذه الفترة صح وخاصة البنت يا الله جايين على العيد لايك هاي شو طلع لي هلا كمانا بعد شغلة بدأ أقولها إليه أنه نحنا بالصوم منقول عودوا عطول بالمكسرات المكسرات إذا النية مش المملحة ولا المشوية ولا المقلية صح بس بحال الأشخاص يعني هي بتعاني عطولة من القافت نحنا بنطلب منها تخفف من تناول المكسرات بالأخص الجوز كرمال هيت منقول إيه إذا طلع على بالهم أو إذا حبوا يكونوا منقعين المكسرات ونبتعد شوي عن الجوز لأنه يعتبر من المكسرات الحامية يلي بتطلع القافت فننتبه إذا نحنا عنا هيدا الخبرية بشكل متكرر ننتبه إلى هيدا الموضوع وساعة نجرب نستعيد قد ما فينا بالبقوليات لو كان عنا نفخة منلاقي طريقة نطبخن بطريقة ما نعمل كتير هالنفخة لأنه هن الوحيدين اللي رح يعطوني هالفيتامينات اللي عم تنقصنا لأنه رح قدر يعود بالمكسرات عم بيقولولي أنه نصايح ستاتنا وجدودنا ننقع اللقلوبات أو المكسرات بقرفة لا لك شي نقع المكسرات هو أساسي 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 مفروض ما بقى نقبل نكون عم ناخد مكسرات مثل ما هنه من دون ما يكونوا منوعين كاجولوز بندق فستق كل شي كل شي كله أنت نخلص من الفتاة اللي فيهم تنقدر نمتصل قدي يعني نقع يعني نقع بنغسل ميتهم نغير الزوم أو ننقعهم ننقعهم من ساعتين وطلوع لمن بدنا نتخطى لتنعشر ساعة طبعا يكونوا بالبراد ومنغير الماء ومننشفون أو منتركوا منقعين منتركوا منقعين منكمش الكمشة ومنأكل ونحن وضميرنا مرتاح اللي ما بيحب هيدا الطعم إذا رجعنا الشفون ما عنا مشكل لأنه نخسرنا الفتاة دابوا بالميات بس طبعا النقع كتير منيح ومش غلط إذا نقعوا بالقرفة إذا ما كان في عنا مشاكل ما بتأذينا القرفة مش غلط أبدا لأنه كمان شي صحي أكتر وبنظف البكتيريا أكتر القرفة يعني جوابك لريتا هلقد يعني أعططيها ثقة فيك وبتقلي خلاص إلي بدي روح لعنده لازم فجود لك ريتا وأكيد اخترت العنوان الصح وإذا بديك هيك رح حطها قدين تحدي على الهواء إذا رح تنزلك إذا رح تنزلك بالوزن وأنا ويكا منضل على أتصال أوكي ريتا تفقنا فاتك بتحب التحديات ودايما بتنجح فيه لأن هلقد عندك ثقة بحالك شرط يعني أنت ما فيك تعمل عجيب رح تلتزم ريتا شرط رح تلتزم إيه ليكون في التزام ومنطبق يعني الفترة زمنية محددة لنقدر نوصل للوزن اللي يعني بحاجة نحن لقلقه أو اللي نحن حطينه هدف بحياتنا ميرنا الفتا بدي لك أحد مبارك مرسي خليك بصحتك ويخلينا إياك مرسي وكل أحد منشوف فيك أزال وإن شاء الله يا رب هيك تقضي بقية نهار أحد حلو مع عائلتيك ومع الملائك اللي عنديك أنجيلو مرسي وأنتو كمان شاء الله يكون نهاركم حلو مشاهدينا رح نروح إلى فاصل أعلاني يعني بدنا هيك نرطب الأجواء للأغاني ما هيك ونفرفش شوي مع ضيفنا الفنان جيل بير باز لأن نتعرف أكثر على رصيده من الأغنيات أعمال فنية جديدة أغنيات مصورة على طريقة الفيديو كليب كل هذه التفاصيل مباشرة بعد البريك وأكيد أحد الأدم منوعد حالنا يعني أنا ما في أوعدكم لأن ميرنا بتوعدني وأنا بوعدكم بموضوع عن جد حلو وعن جد غير مستهلك وغير يعني إذا بدكم حدا تطرق له لأن دايما نحن لما نحكي مع اقتصاصية تغذية دايما الرجيم ضعفنا ونزلنا وأي الكيتو ولا ما بعرف أي أضاية الصيام المتقطع معك عم نروح لصحة العامة اللي هو اقتصاصي كمان ميرنا لوفيو يلا بريك ونرجع بدنا نغني